الجمعة السوداء على الرغم من أنها تقليد يعتبر قديما إلى حد كبير إلا أن السنوات الأخيرة شهدت نموا هائلا في هذا الاتجاه عالميا ليتحول إلى واحد من أهم أيام العام تجاريا وتعود هذه التسمية إلى الأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة الأمريكية والتي شكلت ضربة كبرى للاقتصاد الأمريكي حيث كسدت البضائع وتوقفت حركة البيع والشراء مما سبب كارثة اقتصادية في أمريكا تعافت منها عن طريق إجراء تخفيضات كبرى على السلع والمتاجات لبيعها بدل كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطع أما وصفه باللون الأسود فقد جاء أول مرة في عام 1860 من قبل شرطة مدينة فلادلفيا المدينة التي كانت تشهد اختناقات مرورية كبرى وتجمهرا وتوابير طويلة أمام المحلات في هذا اليوم تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصم في الأسعار حيث تفتح أبوابها مبكرا لأوقات تصل إلى الساعة الرابعة صباحا وعلى عكس المتوقع جمعة هذا العام لم تشهد سوى أعددا قليلة على أبواب المتاجر فوفقا للاتحاد الوطني لشركات التجزئة الأمريكية فإنما يقدر بنحو 166.3 مليون شخص يعتزمون تسوق بدءا من يوم عيد الشكر وحتى يوم الاثنين التالي له وهو ما يزيد حوالي ثمانية ملايين متسوق عن العام الماضي لكن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أدت إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين كانت المتاجر أقل ازدحاما من المتوقع صباحة يوم الجمعة الأسود وفي السنوات القليلة الماضية باتت كبرى المحلات التجارية المتواجدة في السوق الجزائرية تحيي هذا التقليد خاصة في المساحات التجارية الكبرى حيث يقبل عدد كبير من الزبائن لاستفادة من تخفضات البلاك فرايدي